الحقيقة خلينا نبدأ معيكم كده بموضوع العالم كله بيتكلم عليه خلينا نقول إنه الملف الأبرز اللي بيشغل العالم كله دلوقتي هي أزمة الطاقة العالم فجأة لقى نفسه أمام أزمة بيعاني منها بالفعل وكمان لسه يعني متخوف أكتر من تباعتها فبالتالي لقوا نفسهم العالم كله لقى نفسه دلوقتي في إنه أمام موقف إنه لازم يكون فيه حلول وبداية للطاقة التقليدية ومن هنا كان الاهتمام الزايد بالطاقة النظيفة والمتجددة واللي بيطلق عليها الطاقة الخضرة لكن لو بصينا لمصر الحقيقة هنلاقي إن مصر كانت سباقة وكانت يعني صحبة موقف إنها تهتم بهذا الملف بشكل خلانا نقول بشكل استباق يمكن فيه خطوات استباقية في هذا الملف تحديدا ملف الطاقة فاشتغلنا يمكن على محطات طاقة إرياح والطاقة الشمسية من فترة طويلة جدا وبقى عندنا مشروعات عملاقة زي مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان اللي بيعتبر أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم ويمكن حقيقة بداية الإنشاء كانت في 2018 وتم إنشاء المحطة دي بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة ولو هنتكلم عن يمكن الطاقة الإنتاجية لمحطة بنبان هنلاقي إن الطاقة الإنتاجية لمحطة بنبان طبعا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 90% من طاقة إنتاج السد العالي طيب خلينا نبص كمان إنه عندنا محطة رياح راس غارب ودي اللي فازت بجائزة أفضل مشروع للطاقة في العالم وفقا لتصنيف مؤسسة E&R الأمريكية العالمية عشان كده فيه اهتمام كبير جدا بالطاقة الخضراء وده بيعتبر توجه دول سيادة الرئيس في أكتر من مناسبة قال إن قطاع الطاقة الخضراء بيحظى بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها وإن مصر بتشتغل بوتيرة متسرعة في مشروعاتها العملاقة للتحول الأخضر إمبارح كمان فيه لقاء بيجمع سيادة الرئيس مع جو كايزر رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة وده مش أول تعاون طبعا مع شركة سيمنز عندنا تعاون كبير جدا مع شركة سيمنز في الكهرباء وعندنا تعاون في النقل وفي المواصلات وفي قطاعات كتيرة جدا إمبارح أكت سيادة الرئيس أهمية التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية في مشروعات الطاقة الخضراء وده في إطار استراتيجية الدولة عشان تكون مركز إقليمي لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة وده اللي خلى فيه مشروعات كتيرة جدا بتحصل فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لطبعا تموين السفن لإنتاج الهيدروجين الأخضر يا جمان عندنا حوالي 14 مشروع مع شركات عالمية لتموين السفن وفي نفس الوقت برضه عشان يكون فيه فرصة للتصدير من خلال الموانئ الموجودة في المنطقة الاقتصادية لو بصنا للصورة الأكبر هنلاقي أنه هذه الشركات العالمية جات مصر مش يعني ده ما كانتش بمحد الصدفة هذه الشركات العالمية جات مصر لأنها شافت أن مصر هي مستقبل طاقة العالم الخضراء شفنا في الشهور الأخيرة مجموعة كبيرة جدا من الاتفاقيات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر واللي زي ما شازلي قال هتتم فيه المنطقة الصناعية في العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرزهم طبعا الاتفاقية اللي تم توقعها مع شركة مشك العالمية ده لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر الخاص بتموين السفن ويبقى فيه مشروعات كمان كتير جدا الفترة الجاية زي ما كنا بكلم يا شازلي فكرة أن مصر كانت لها قطوات الحقيقة استباقية من فترة كبيرة جدا ومن سنين كتير جدا أعتقد أنه هو ده اللي يعني إدى للعالم ولهذه الشركات العالمية إدىهم إدفع أن هم يكونوا موجودين هنا زي ما نقول أن مصر تعتبر دولة بكر في هذا المجال تحديدا بكل تأكيد وبتأكيد الرؤية المصرية للتعامل مع ملف الطاقة هدفها الأساسي هو أن مصر تتحول إلى ممر أخضر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم كله ضيف على ده كمان الاهتمام بالتحول الأخضر في معظم المشروعات الاقتصادية واللي هتكون إن شاء الله وجهة مشرفة لمصر في مؤتمر المناخ اللي هتستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي واللي بيعتبر أهم منصة دولية وأكبر تجمع لقادة العالم لدعم ملف المناخ والحفاظ على البيئة صبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر